موسيقى جارت قضية تبديد أموال وزارة التضامن الوطني فضائح من العيار الثقيل تورط فيها الوزيران السابقا جمال ولد عباس والسعيد بركات القضية التي بدأ القضاء جراءات النظر فيها تتضمن تبديد الملايير من ميزانية الوزارة لصالح جمعيات ترأسها جمال ولد عباس شخصيا وصفات غير قانونية وصفقات غير قانونية أقول أبرمها السعيد بركات أكثر من 706 مليار سنتيم هي قيمة من كشف من فساد في وزارة التضامن خلال 15 عاما بالأدلة والبراهين بين 2001 و2016 محضر للعدالة يفضح تلعبات المسؤولين ويعري وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات وإطاراتهما الذين استتروا لسنوات تحت غطاء العمل الخيري لنهب المال العام وكل الجمهورية يوجه التهم لواحد وعشرين مسؤولا تسعة إطارات سابقة في الوزارة واثنى عشر آخرين يرأسون جمعيات وتنظيمات معتمدة على صلة بالوزيرين السابقين أما الضحايا فهم كثر أيتام نساء وأطفال محرومون تلاميذ معوزون معاقون وحتى المنكوبون في الكوارث الطبيعية لم ترحمهم يد الفساد في تفاصيل محظر العدالة جمعيات مجهولة شعبيا بالاسم والحصيلة والنشاط لكنها تستفيد من مبالغ خيالية الجمعية الأفريقانية لطب الاستعجال تتحصل على 52 مليار سنتيم وجمعية السلم والتضامن على 43 مليار سنتيم بحجة اقتناء حافلات نقل مدرسي وحافلات لضحايا فيضانات غردايا والغريب أن الحافلات لم تقتنى والمبالغ حولت لغير وجهة أما الأغرب من كل هذا أن كلاهما مرؤوسا من قبل جمال ويلد عباس الفيدرالية الوطنية للمعاقين حركيا جمعية للا نفيس لترقية المرأة جمعية محو الأمية إقراء وجمعية مشعل الحياة الهواء الطلق هي أيضا نالت من الفساد حصتها 110 مليار سنتيم يفترض أن توزع على المعاقين النساء المعوزات وأيتام الجنوب ولكنها لم تصل لأي من هؤلاء المحتاجين الحصة الأكبر من غنيمة الفساد كانت من نصيب اتحاد الطلبة الجزائريين تنظيم لا علاقة له بقطاع التضامن ما عد رئيسه الإطار السامي في الوزارة القيمة تفوق 556 مليار سنتيم منحت خلال سنتين فقط وبتفويض من الوزير سعد بركات وحجة الاستفادة هي اقتناء سيارات إسعاف وإعانات وادوات مدرسية للتلاميذ المحتاجين من الوزير إلى أبسط موظف سلسلة فساد نخرت الخزينة باسم التضامن وعمل خيري حرم أهل الحق فيها وزيد إلى مسؤول يفترض أنه حامل أمانة لكنه كان خائنها ترجمة نانسي قنقر